موسيقى هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي المركز كالمتثقة أهلا بكم في حلقة جديدة من عينهم على الكويت المركز الكويتي اتبع خطوات الفيدرالي الأمريكي ورفع سعر الخصم ربع نقطة من 2.4 إلى 2.5% الخطوة أثارت حفيزة البعد الذي رأى أن رفع سعر الخصم في ظل الظروف الحالية قد يكون له أثر سلبي على النمو الاقتصادي ولكي نستعرض جميع وجهات النظر أخذنا رأي شخصين على طرفي المعادلة مصرفي ورجل أعمال الاثنين اختلف على حجم التأثير ولكنهم اتفقوا على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر قوة وجرأة من أجل تحفيظ الاقتصاد كما كان متوقعا قام الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الخصم ربع نقطة ليصل إلى 75% واتبعه خمس بنوك خليجية من بينها البنك المركزي الكويتي الذي أصدر مباشرة قرارا برفع سعر الخصم على الدينار ربع نقطة ليصل إلى 2.5% علما بأن الكويت تربط عملتها بسلة من العملات من بينها الدولار رفع سعر الفائدة ربع هذا كان مقروف يمكن من أشهر وكلنا نعرفه كنا بس ننطل يوم الأربع اللي يعلنون في البيان لها السبب ما كانت هناك ردة فعل تذكر حتى في السوق الأمريكي لأنه هذا يسمونه ديسكاونتن خلص معروف فوقها الآن يا جماعة ترى السنة الجاية راح ترتفعها للتربع كل واحد يحسب حسابه هذا يسمى أنه خلص التمويل الرخيص انتهى من يوم رفع الفائدة سيد المحافظ مجلس دارة البق المركزي فسوق الكويت لوراق المالية بانخفاض بعده كان قاعد يحسب بشكل بسيط وتدريجي ونسبة السيولة فيه انخفضت بشكل كبير كنا نتعامل بـ 20 مليون معدل الآن أرجعنا نتعامل بـ 7 مليون فإذن بين الفوائد اللي يفيد الاقتصاد الوطني وأين المحفزات التي يجب أن يقوم فيها البق المركزي من خلال استعمال السياسة النقدية لتحسين الوضع الاقتصادي المحلي وتفاوتت الآراء حول تأثير رفع سعر الخصم بين معارض يرى إنها لها أثار سلبي على النمو الاقتصادي والسيولة في البورسة وسوق العقار وبين من يرى إن ربع نقطة لن يكون لها هذا الأثر الكبير الآن مدام ما جلنا في حدود الربع فأنا أعتقد هذا تقريبا يكاد يكون عديم الأثر ما لا تأثير يعني يذكر ما هي كانت ربع قبل حوالي فترة والآن ربع صارت نص نشر بالصحف بعض الأحصائيات تقول إن الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت الأوراق المالية ستتحمل بين 30 إلى 100 مليون دينار إضافي تكلفة اقتراض فأنت تتكلمين عن ربع الميلة لكن لما تشوفين إنه في 2 بليون أو 3 بليون دينار مقترضة هذه في لحلها تكلفة والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل سيستمر المركز الكويتي في رفع سعر الخصم تزامنا مع الاحتياط الفدرالي الأمريكي الذي أعلن مسبقا عن نيته رفع سعر الخصم ثلاث مرات خلال العام القادم أنا ما أعلم ما سيسوي لكن أأمل أن لا يتبعونا في ثلاث مرات القادمة لأنه لو تبعوه حيكون مزيد من الانكماش في الوضع التصاديد المحلي ومزيد من الانخفاض في الاستثمار الوطني احتداء في المجلس الاحتياطي الأمريكي يعني البنك المركزي الأمريكي ومرت فترة مرة ومرتين لا ما مشين معهم كان في وجهة نظر أخرى وما مشين لا يجوز يكون في تبعية غير مبررة لو كان وضعنا الاقتصادي مثل وضعنا الاقتصادي في أمريكا لو كان في عندنا اقتصاد منتعش جدا ونشط جدا والقطع التجاري نشط قوي وسوق الكوية الوراق المالية يضرب الأرقام القياسية كل يوم وسوق العقار كبير جدا قد يكون هناك في بعض التبرين الآن سعر الوداية نعم وهذه يمكن أحد الأسباب التي تدفع البنك المركزي للسيادة لأنه يريد كلمة توطين الدينار إذا أحنا لا نرفع سعر الفوائد الناس حرار في أموالها يقدر يروح للدولار إذا صار الفرق بين العملتين في سعر الفائد نازل على الوداية ممكن يروح الدولار أو يروح إلى أي عملة ثانية فهو يفترض أن لا ما زال عندنا فرق قلت لي كان الدينار توطينه موطن من خلال الإنتاج النفطي وعائدات النفط ومن خلال صندوق السيادة الضخم لتملك الكويت هذا هو اللي يوطن الدينار يوطن الدينار مزيد من الاستثمارات بالداخل والتنشيط الوضع الاقتصادي لإيجاد فرص استثمارية للمواطن الكويتي اللي عندهم مدخرات يصرفها مو يروح يشتري أعقار في تركيا وفي دبي وفي الدول الخارجية علشان يستثمر هذا هو توطين الدينار توطين الدينار وإيجاد فرص استثمارية مربحة وجيدة وتقلص الدور الحكومي ومزيد من التخصيص ومزيد من التنشيط الوضع هذا اللي يوطن الدينار لا بد من تغيير السياسة النقدية ولا بد من أنها يكون تنسجن مع سياسة مالية حصيفة وانتباه وانتباه للاقتصاد لا يوجد لحد هالدقيقة يعني أوكي أنا سعيد جدا أن حيصار عندنا وزيرة تمسك الاقتصاد وهي مسؤولة تساءل عنه لكن خليش نشوف شنو النتيجة هل الحكومة سوف تهتم بالبنية الاقتصادية في دولة الكويت هل سوف تهتم بتنشيط الاقتصاد المحلي أنا كنت أتوقع أن هناك يكون في تفكير اقتصادي لتحفيز الاقتصاد وزيادة تنشيطه وتنميته اليوم من خلال ترشيد الإنفاق رح تضطر الدولة لتحفيظ الصرف الرأسمالي من خباط السعر النفط النتيجة الخباط السعر النفط طيب إذا نحن ورعين يعني نقول الله ندق في وضعنا الداخلي ونحطه زيادة وندعو إلى مزيد من هجرة الأموال للخارج للإستثمار بره هذا اللي قاعد المركزي الكويتي أصدر تعليمات جديدة بخصوص حوكمة الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية والتي يبلغ عددها خمس في الكويت ومن أكبر التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية هو توحيد المعايير الشرعية وهذا ما تسعى إلى تحقيقه أيوفي التي أعلنت مؤخرا عن إصدار ثلاثة معايير جديدة 2 تريليون دولار هذا هو حجم الاقتصاد المالي الإسلامي في العالم هذه الصناعة التي تسعى إلى تطبيق الشريع الإسلامية في التعاملات المالية مما يحقق الهدف الأسمى وهو إعمار الأرض وتتولى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة بأيوفي مهمة وضع وتوحيد المعايير الشرعية للأدوات المالية الإسلامية وقد أصدرت الهيئة التي أسست منذ أكثر من 25 عاما 97 معيارا وأعلنت مؤخرا عن إصدار ثلاثة معايير جديدة تتعلق بتعاملات الذهب وضمان مدير الاستثمار والجوائز والمسابقات من ناحية إيجابية حقيقة سيكون لها تأثير من ناحية توضيح آلية العمل في هذه المجالات المهمة على سبيل المثال المتاجرة في الذهب هذا المعيار سيضع خارطة الطريق أو السكر التي يمكن من خلالها للمؤسسات المالية الإسلامية وعموم المستثمرين في الذهب أن يستثمروا وفق الانضباط بأحكام الشريعة الإسلامية كان هناك تخبط كثير في التعامل بالذهب الناس بتعدور عنه يقولوا حرام هذا ما وناس يدخلوا في شراء الذهب وأجل شراء الذهب وأجل يدخل فيه هنصر الفائدة لأنه لما يعطيني الذهب ويقول لي يدفع بعدين يأخذ فائدة محرمة ما يتعلق بضمان مدير الاستثمار حقيقة مجموعة كبيرة المنتجات القائمة في أسواق المال وفي المؤسسات الاستثمارية حقيقة كانت تحتاج إلى مزيد وضوح فيما يتعلق بضمان مدير الاستثمار أن يعتبر حجر الزاوية والعمود الفقري للمنتجات الاستثمارية أيضا بيّن أنه متى يجوز لمدير الاستثمار أن يضمن إذا تعد أو قصر المعيار الذي قبله معيار مسابقات الجوائز غطى المسابقات والجوائز التي تقدم الأساس المالية الإسلامية عموما بل وحتى المسابقات والجوائز حتى في المؤسسات التجارية وغيرها وهو حقيقة يساهم في كذلك وضوح وتوحيد القرارات والفتاوى الشرعية المستوى العالم في هذا المجال المسابقات أشبه بالقمار يجي الواحد يقول له ادفع عشر دلنير وادخل في السحب هذا قمار في حقيقة الأمر هذه المعايير لها ميزة ربما عن سابقتها من المعايير أن موضوعاتها تتمس الشخص العادي والشخص حتى اللي لا يتعامل مع المؤسسات أو مع البنوك لأنها تتمس جوانب حياتية يومية في مجال العمل المالي والتجاري كالذهب والمسابقات والجوائز اللي الآن ملأ فيها الأسواق سواء في المصارف أو في المؤسسات التجارية كافة وتتسع أيوفي لتتضمن عضويتها نحو 200 مؤسسة من 45 دولة من السعودية والكويت وتركيا وماليزيا والمغرب وغيرها ولكن على الرغم من ذلك لا تعد معايير أيوفي إلزامية إلا في عدد قليل من الدول بعض الدول تلزم مؤسساتها بالالتزام بقرارات الأيوفي وهناك دول مثل الكويت لم نصل بعد إلى الإلزام ولكن هي استرشادية لحد الآن حتى مع عدم وجود الإلزام الرسمي الحكومي نجد أن هذه المعايير تفرض نفسها على الواقع العمل التطبيقي باعتبار أنها تحظى بقوة وعمق مهنية وقد عرضنا إلى جزء كبير من الدورة المهنية العميقة التي تمر بها المعايير حتى تصدرها حقيقة إحدى أهم أسباب القبول العالمي حتى في ظل غياب الإلزام الحكومي بها هل هناك دول خليجية تلدم بتطبيق معايير أيوفي؟ نعم هناك بعض الدول خليجية على سبيل المثال البحرين عمان وهناك بعض الدول الآن إن شاء الله في مجال الدراسة بإذن الله أعزو أنها تصل إلى مرحلة الإلزام بالمعايير على المستوى القريب بحول الله سبحانه وتعالى وتأخذ أيوفي في الاعتبار عند وضع معاييرها جميع المذاهب الفقهية المعتبرة والمدارس المعاصرة من حول العالم وحتى الأقليات في الدول الغير عربية وعلى الرغم من أنها تتعاون وتتشاور مع علماء الأظهر فإنها تعمل بصفة منفصلة عنه بلا شك نحن نتعاون مع جميع المؤسسات في أماكن مختلفة من العالم لكن أيوفي تستفيد من خبرات علماء الأزهر وعلماء الأمة في أماكن مختلفة من العالم ولكن ليست بصفة التعاقد المؤسسة باعتبارها منظمة كذلك دهولية مهنية مستقلة تتعاون مع العلماء والخبراء في أنحاء العالم دون أن يكون هناك ارتباط رسمي بشكل أو بآخر ويواجه العمل المالي الإسلامي تحديات كبيرة من أجل تقديم منتجات تتناسب مع الشريعة الإسلامية وفي النفس الوقت مواكبة المستجدات العلمية والتقنية المتسارعة حيث أنه لا يستطيع أن يعمل في معذر عن المنظومة المالية العالمية فعليه أن يوفر المنتج المعمول به في الأسواق لكن من خلال معايير تتماشى مع الشريعة دعونا نتفق على قضية وهو أن المصرف هو مصرف والبنك هو بنك يقدم خدمات وساطة مالية والمصرف كمصرف أو البنك كبنك مش فكرة إنتاج إسلامي هو أصلا نتاج ثقافة أو حضارة غير إسلامية لكن هي الحضارة السائدة هي الحضارة القائمة هو النظام القائم اليوم النظام الرأسمالي بأهدافه وفلسفته وأدواته هو الشيء القائم والسائد جاءت البنك إسلامية والخنسمية والنشايخ والعلماء فأسبغوا على هذه الأدوات الجوانب الشرعي يعني بمعنى آخر أنا جيت لأدات بيستخدمها الناس وروح تنقحت منها الجوانب المحرمة شرعا حتبقى خطاب الاعتماد خطاب الاعتماد والتمويل حيبقى تمويل ويحقق أهداف التمويل وسيبقى بطاقة الاعتماد ستبقى بطاقة الاعتماد تستخدم بنفس الطريقة لكن إحنا ساوينا في البنوك الإسلامية أو في المعايير الشرعية حذفنا منها ما يمس الجانب الحرام أنا لا أقول أنه والله فكرة البطاقة محرمة أنا لا أقول ذلك ولا أقول أنه التمويل محرم أنا أقول تمويل مطابق للشريعة وبعضين يعني مؤسسات المالية الإسلامية هي منا وإلينا لأننا ندعم ولا نستثمرها فيها ونأخذ منها التمويلات وكلاهما حلال فمعناه أننا نريد أن ننقح الأدوات الموجودة من المحرمات الموجودة فيها الرجل الشارع العادي يصعب عليها أن يميز النقاط هذه لكن لو ينظر في الشروط لو ينظر في العقود والوثائق والمستندات والإجراءات سيجد هناك اختلاف بطبيعة الحال نحن دائما الشخص العادي ينظر إلى النهاية يقول لك أنا أخذ تمويل من هنا إسلامي ومن هناك تمويل تقليدي وبيأخذوا نفسه هي المشكلة ليست بأنه نفس النسبة المشكلة كيف أخذوا النسبة هل أخذوها بصيغة مقبولة شرعاً أم بصيغة غير مقبولة شرعاً ومن ضمن التحديات التي توجه العمل المالي الإسلامي هي توقعات إلى تراجع نمو التمويل الإسلامي ليصل إلى 5% في العام 2017 بسبب تعرض ميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية في الدولة العربية النفطية والتي تعتمد على نحو 30% من ودائعها على الودائع الحكومية تعرضها إلى دقوط انقفاض أسعار النفط وانكماش الميزانيات الحكومية بعد الفاصل المؤسسات المالية العالمية توجه اهتمامها للكويت بعد إعلانها إصدار سندات تكونوا معنا هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي المركز كالمتثقة هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي المركز كالمتثقة أهلا بكم تكتجه أعين المؤسسات المالية العالمية والمحلية إلى الكويت بعد إعلانها إصدار سندات بقيمة 10 مليارات دينار لسد العجز في الميزانية وكانت الكويت أصدرت سقوق وسندات بقيمة 4 مليارات و700 مليون دينار منذ أعلنت هيئة أسواق المال عن اللائحة التنفيذية لإصدار السقوق والسندات في عام 2015 4 مليارات دولار و700 مليون هو الحجم الإجمالي للسندات والسقوق التي وافقت هيئة أسواق المال على إصدارها للبنوك والشركات الكويتية منذ صدور اللائح المنظمة في 2015 وإلى الآن والهيئة التي أصبحت الناظم الرقابي المعني بهذه الإصدارات تدرس حاليا الموافقة على إصدارات أخرى بقيمة ملياري دولار في دخول مدير إصدار أو مدير الكتاب للسندات هذا يطلب موافقات من قبل حيئة أسواق المال فبالتالي الإصدار بحد ذاته حجم الإصدار ونوع الإصدار هذا حق كامل حق الأخوان المعنيين سواء في البنك الكويت المركزي أو الوزارة المالية الهيئة العامة للإستثمار ولكن التراخيص المطلوبة وعملية الإدراج في مراحل لاحق إن شاء الله والتداول وقد شهدت السنتان الأخيرتان تصارعا مثيرا من جانب الشركات في تفعيل أدوات الدين من سندات أو سقوك وتوظيفها في قنوات تمويلية مختلفة وكان من أبرز أهداف الإصدارات تدعيم القواعد الرأسمالية للمصارف الكويتية للوفاء بمعايير بازل ثلاثة العالم يتجد إلى كافة الأدوات المالية في ظل الصناعة المالية المتقدمة في ظل الهندسة المالية المتقدمة إلى الاستفادة بكل أدوات المالية المتاحة لعشان تجميع المدخرات اللازمة لتمويل سواء عجز ميزانية أو لتمويل مشروعات خاصة لأهداف استثمارية والكويت التي تسعى إلى توفير احتياجات تمويلية وإلى سد عجز في الميزانية بسبب تدني أسعار النفط بدأت تتحرك أخيرا نحو دخول سوق السندات السيادية العالمي وأسست مكتبا لإدارة الدين تمهيدا لإطلاق أول إصدار سيادي بقيمة عشرة مليارات دولار كسندات ولاحقا إصدار سقوك بملياري دولار رقم كبير أغرأ الكثير من المؤسسات المحلية والعالمية للتحضري للمشاركة في الإصدار 40% من أي إصدار حتى لو كان إصدار دولي عم يرتد على المنطقة نفسها وأكثر عالم بيشتروا هني بالآخر المستثمرين من المنطقة ومن الدولة نفسها اللي بتطلقها فلما بيكون 40% من السندات عم ترجع على منطقة الشرق الأوسط وبالأخص بالجي سي اليوم الدور المؤسسات المالية حيكون دور أساسي اللي هو صناعة السوق الماركت مايكينج هني اللي هيكونوا حيكونوا مصدر المعلومات أفضل مصدر المعلومات ونجاحها وقبولها ضمن منظومة النظام المالي بالكويت وبالخليج هو اللي هيجعل إصدارها بتكلفة أقل بكتير ونجاحها أكبر عالميا وتتباين مواقف المراقبين والمعنيين بشأن دخول الكويت إلى سوق السندات العالمي بين مؤيد يرى الدخول ولو جاء متأخرا ضرورة إيجابية وفرصة للقطاع المالي الكويتي وبين داعا للتأني لمعرفة ما المراد من هكذا إصدار السؤال هل سوف تساعدنا هذه السندات لأننا أكيد سنقترض بتكلفة هل تكلفتنا تبررها العوائد السلبية التي نحققها على استثماراتنا في الرواتب وفي الهدر هذا السؤال أنا أعتقد اللي لازم يتوقف عنده راسم السياسات في هذا البلد واللي أعتقد بصراحة شديدة ومع كل احترامي ما راح نسمعه لا من المستشارين الدوليين ولا من مؤسسات التنمية الدولية والآن إلى بعض أخبار السوق الكويتي أعلن المركز المالي الكويتي عن سداد مستحقات سندات بقيمة 22 مليون دينار مضيفا أنه سدد كامل المبلغ الأصلي والفوائد المستحقة لحامله السندات التي أصدرها في عام 2011 في موعدها المحدد في التاسع عشر من ديسمبر من عام 2016 وكان المركز قد أصدر هذه السندات بأجل خمس سنوات وتتكون من شريحتين الأولى بسعر فائدة ثابت مقداره 5% وبمبلغ أصلي بلغ 12.2 مليون دينار كويتي والشريحة الثانية بسعر فائدة متغير مقداره 2.5% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي وبمبلغ أصلي بلغ 9.8 مليون دينار كويتي وكان المركز قد أصدر سندات مقومة بالدولار الأمريكي في عام 2007 بمبلغ إجمالي بلغ 100 مليون دولار أمريكي وسندات مقومة بالدينار الكويتي في عام 2011 بقيمة 22 مليون ويقوم حاليا بإصدار سندات المركز المقومة بالدينار الكويتي بقيمة اسمية لا تتجاوز الـ 25 مليون دينار أقرت الجمعية العمومية لشركة ألفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات توزيع 5% من القيمة الإسمية للسهم أرباحا نقضية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2016 بواقع 4.8 مليون دينار الكويتي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الزبن قال إن ألفكو حققت 14.1 مليون دينار أرباحا صافية بواقع 15 فلسا للسهم الواحد خلال 2016 وأوضح الزبن أن إيرادات الشركة ارتفعت إلى 69 مليون دينار في حين زادت حقوق المساهمين بنسبة 18% لتبلغ 258 مليون دينار وزادت الأصول بنسبة 21% إلى 853 مليون دينار طبعا هذا النمو جاء من إدخال 14 طائرة لأسطول العامل في شركة ألفكو وال14 طائرة هذول معقود التأجير المرتبطة فيها لذلك هذا يبرر حقيقة رقم زيادة 150 مليون دينار كويتي إضافة للأصول لذلك الآن ألفكو تعمل بأسطول قوامة 59 طائرة من نوع إيربوس وبوينغ مؤجرة على عدة شركات بالعالم وإن شاء الله يعني راح بداية من العام الذي بدأ حاليا هو 2017 راح يكون في زيادة مضطردة بالأسطول كذلك للعوام القادمة وذلك من سجل طلبات ألفكو اللي تم شراءها قبل أربع أو خمسة عوام لذلك سنبدأ اتباعا باستلام هذه الطائرات وإضافة لأسطولنا واللي راح يعزز من قوام أسطول ألفكو واللي بالتبعية راح يعزز من كذلك إيرادة ألفكو وبإذن الله أرباحها كذلك أريد أن أعود قليلا إلى السنة المنتهية كان فيها نشاط لافت لئة الشركة وعمليات استحواذ وعلى محافظ طائرات وأيضا استلام طائرات جديدة مع ذلك تراجعت الأرباح بواقع 12% هل يمكن أن تحدثنا عن أسباب تراجع الأرباح؟ نعم طبعا يعني يجب أن لا نغفل عن أن شركة ألفكو هي شركة تشغيلية والشركات التشغيلية حقيقة عرضا مثلا مثل أي شركات أخرى بالسوق أن نتعامل مع عملاء يقومون بتسيير شركات طائران هذه الشركات ساعات تكون قابلة للتعثر بأي نوع من أنواعه لذلك هذا التعثر يستوجب أن نسترجع هذه الطائرات ونقوم بالتصرف بها سواء بعدد تأجيرها أو ببيعها وطبعا المخصصات التي تصرف تجاه استعادة هذه الطائرات صيانتها إعدادها للبيع أو إعدادها لعادة التأجير هذه حقيقة تكون مصاريف تنعكس في الميزانية والتي تأثر ساعات للأمر السلبي أيضا سمعنا في الجمعية العمية عن نية ألفكو تأسيس شركة تابعة في أرلندا حدثنا عن هذه الشركة دورها وما هي المهمة التي تسعونا إلى أن تقوم بتنفيذها نعم إنشاء شركة تابعة في جمهورية أرلندا وتحديدا في عاصمتها دبلن هي حقيقة جاءت لدرسات عديدة قمنا بها سواء دراسات تسويقية أو دراسات ضريبية بحيث أن هناك أسواق لا يمكن الدخول بها ما لم يكن هناك تفاقيات دبادل ضريبي وإيرلندا تتمتع بخاصية جيدة بهذا الشأن لذلك هي حقيقة تفتح أفاق وأسواق حقيقة جديدة لشركة ألفكو لا يمكن أن نتعامل مع هذه الأسواق في وضعنا الحالي لذلك ارتأينا أن ننشئ شركة تابعة في جمهورية أرلندا حتى يمكننا من خلالها التعامل مع هذه الأسواق التي تمتع مع جمهورية أرلندا بالتعامل الضريبي وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من عين على الكويت سنراكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة بإذن الله هذا البرنامج برعاية بيت التمويل الكويتي المركز كالمتثقة ترجمة نانسي قنقر